اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمداء الخليفة وليو العهد رئيس مجلس الوزراء على اهمية مواصلة رفض اوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري من خلال تعزيز الشركات القائمة ومواصلة تنميتها بما يسهم في فتح مسارات ارحب في القطاعات الحيوية ويصب في تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية وتنفسيتها على خارطة الوجهات الاستثمارية الجاذبة في شتى المجالات مشيرا الى ان عزم كافة اعضاء فريق البحرين على بناء حاضر ومستقبل افضل هو الدافع المستمر لبدل المزيد من الجهود لاجل تحقيق اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه وقال سموه ان مملكة البحرين تحتز بشراكاتها الدولية والتي اسهمت بدورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو مستويات اكثر تقدما بما يلب التطلعات المشهودة منوها بدور القطاع الخاص في دعم افاق التنمية والتطوير في مختلف المجالات مشيرا سموه الى ان العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة تتسم بالتميز على مختلف مستوياتها مؤكدا اهمية استمرار التنسيق المشترك للدفع باوجه النمائي والتطوير لحدود اكثر تميزا بين البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى حضور سموه حفظه الله حفل الاستقبال الذي نظمه اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي بمدينة لندن وسيدة كيمي باتنوك وزيرة الدولة للأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة مع كبرى الشركات البريطانية والذي اقيم في لندن اليوم بحضور عدد من اصحاب المعالي والسعادة المسؤولين وممثلي القطاع الخاص بمملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وذلك في اطار زيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السموب الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الى المملكة المتحدة حيث نوه سموبه بما يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية من جهود مستمرة لإجاد بالمزيد من الاستثمارات لمملكة البحرين من خلال ابراز جهود المملكة في تنويع قاعدتها الاقتصادية واستعراض الفرص النوعية الواعدة في مختلف القطاعات بما يعود بالنفع على الجميع وخلال حفل الاستقبال التقى صاحب السموب الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن حيث اشار السموب الى الاهتمام المشترك لموصلة تحقيق مزيد من المنجزات على صعيد التعاون الثنائية بما يفتح اثاقا جديدة في مسار العلاقات بين البلدين الصديقين ويعزز الفرص الواعدة للعمل المشترك في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر